بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون اليوم مع بقية حديث عائشة رضي الله عنها وقول خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا ذكرنا فيما مضى صلة الأرحام إنك لتصل الرحم واليوم وتحمل الكل يعني تحمل الكل تقوم بالنفقة والبذل والعطاء لمن ثقلت حاله ولمن عجز عن القيام بنفسه فأنت تتحمل عنه كل هذه الأعباء وهذه من أعظم الأخلاق وأجل القربات التي تقرب بها العبد إلى الله جل وعلا أن ينظر إلى من حوله وأن يلتفت يمنة ويسره إلى أولئك الذين تحملوا الحمالة الكبيرة وعجزوا عن النفقة على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى عيالهم بعض الناس أيها الإخوة تجد أنه يقصر النفقة على الأقربين فقط ونقول نعم الأقربون هم الأولى ولكن لا تنسى الجيران لا تنسى من كان بجوارك لا تنسى إخوانك المسلمين المضطهدين الذين حلت بهم النكبات لا تنسى لأنه كذلك في الحديث وتكسب المعدوم يعني الشيء الذي عدمه الآخرون لا يستطيعون أن يعطوه أن تتبذله يا رسول الله صلى الله يا رسول الله وهذه من أنبل الأعمال أنبل الأعمال وأشرفها أن الإنسان الشيء الذي لا يوجد إلا عند هذا الإنسان فيقوم ببذله وإعطائه وتعين على نوائب الدخر المصائب والآن كثير من الناس يمر بمصائب إما مصائب عامة كالحروب وغيرها أو مصائب خاصة كخسارة مثلا في تجارته أو كارثة حلت به وما أشبه ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في المساندة والمساعدة والعطاء والبذل وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فهذا هو شهر رمضان شهر البذل والعطاء شهر السخاء شهر النفقة شهر البذل ويقصد الإنسان بذلك كله وجه الله جل وعلا لأن الإنسان إذا بذل أو أعطى أو أنفق ويريد به ما عند الناس المدح والثنى فإنه لينفعه ذلك عند الله جل وعلا ولا عند الخلق لأنهم سينسون معروفة ولذلك علي الإنسان أن يكون قصده بذلك وجه الله جل وعلا لا يقصد غرضا من أغراض الدنيا ولا شرفا ولا مكانة ولا ريادة ولا سيادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة وليحذر الإنسان يستمع إلى هذا الحديث العظيم الذي ذكره أبو هريرة فأغمي عليه حينما ذكر هذا الحديث لشدة الهول قارئ قرآن ما قرأ القرآن لوجه الله جل وإنما قرأ القرآن ليقال فلان حافظ لكتاب الله فلان حسن الصوت وما أشبه ذلك فإنه أول من تسعر به النار يوم القيامة كذلك المتصدق الذي تصدق لا يقال لا لأجل الله جل وعلا ولا لأجل مرضات الله ولا لأجل التقرب إلى الله إنما ليقال هو جواد هو سخي هو كريم فلذلك هو من أول من تسعر به من نار يوم القيامة والله أيها الأخوة أنها لخسارة كبيرة خسارة كبيرة أن الإنسان يبذل ماله ويعطي وينفق ثم في النهاية تكون عليه وبالا وتتعجب كذلك من الذين ينفقون أموالهم في غير مرضات الله جل وعلا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة أمر عظيم أيها الأخوة بعض الناس تجد أنه يبخل على الفقراء والمساكين وعلى الجمعيات والمؤسسات التي تبذل الغالي والنفسيس من أجل إيصال لقمة العيش إلى من منعوا منها أو لم يجدوها أو إلى أولئك المرضى وغيرهم أو إلى أولئك العطشة وتجد أنه يبذل الأموال الكثيرة فيما لا ينفع فيما لا فئدت فيه وربما يكون محرما أصلا فيبذل أمواله على ذلك ويمن ويبخل من أن يبذل مالا ولو يسيرا لأولئك الفقراء المساكين وهذا والله من الجهل ومن البعد عن الله جل وعلا ولذلك الله جل وعلا يبتل العبد بأنه ينسى نفسه تجد أنه يبذل المال ويعطي في غير مرضة الله ولا يستشعر عظم ما يقوم به ما يستشعر عظم ما يقوم به وهذه مصيبة بالحقيقة أنها مصيبة فمع ذلك لا يستشعر بها وهذا لأن الله جل وعلا نسيه نس الله فأنساهم أنفسهم كل حتى الأعمال التي يقوم بها تجد أنه ما يستشعر هل هي لله أو لغير الله جل وعلا ولذلك علينا أيها الإخوة أن نبدل وأن ننفق وأن نعطي وأن يكون عطاؤنا بسخاء لا نبخل على أنفسنا وليعلم الإنسان أن الرزق بيد الله جل وعلا ولذلك من أعظم القرب أن ينفق الإنسان وهو شحيح يخاف أن يفتقد ماله أو تجارته وهذا من أعظم أن ننفقه فلذلك ينفق الإنسان ويعلم علم اليقين أن ما أنفقه في الدنيا فإنه مدخر له في الآخرة ولذلك وصية حاتم الأصم لما سأله البلخي شقيق البلخي قال صاحب تاني ثمان سبنين فماذا استفدت مني؟ قال ثمان مسائل منها يقول أنني وجدت أن الناس يحفظون كل ما هو ثمين يحفظونه عندهم تجد أنه عنده مخزن في البنك وما أشبه ذلك لا يفرط فيه وهو المال يقول فوجد الله جل وعلا ذكر في كتابه أن الإنسان حينما ينفق النفق فإنه يدخر لها فيقول فجعلت ادخاري عند الله جل وعلا ليكون هذا المال يعني مدخرا عند الله جل وعلا وكذلك من الأمور المهمة في النفق وفي العطاء كذلك أن الإنسان يعلم أن الرزق بيد الله جل وعلا وأن ما جاءه من رزق ومن مال ومن كثرة تجاره وما أشبه أنه ليس بحوله ولا بقوته إنما هو بحول الله جل وعلا و بقوته وهو الذي أعطاك ذلك ليختبرك ويمتحنك هل تؤدي حق الله جل وعلا أم تبغل فيه ومن أشد يعني البخ الحقيقة أن الإنسان حتى الزكاة المفروضة عليه تجد أنه يبخل بها و الرجل الذي من بني إسرائيل حينما سأله فقال أعطني ما أعطاك الله منه و كان عنده واد من البقر و واد من الغنم و واد من الإبل فقال إنما أخذتها أو كسبتها كابرا عن كابر يعني أن هذا المال حينما قال له أعطني ما أعطاك قال لا إنما أخذتها كابرا عن كابر وكسبتها كابرا عن كابر فالله جل وعلا قد أحل عليه العقوبة بسبب عدم اعترافه بنعمة الله جل وعلا عليه و بسبب عدم إعطائه وبدله من هذا المال الذي أعطاك الله هي وعلموا أيها الإخوة أن النفقة هي سبب من أسباب دفع البلاء سبب من أسباب دفع البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان والأمراض التي تصيب الإنسان فإن الله جل وحلا يشفي العبد ويدفع عنه البلاء بسبب ما يتصدق به وما يبدله وفي الختام كذلك قالت وتصدق الحديث تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن من صفاتك كذلك أنك تصدق الحديث وهذه خصلة طيبة ولذلك على الإنسان أن لا يتكلم إلا بصدق وأن لا يقول إلا صدقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة طيب إذا كنت ستكتب عند البشر كذابة فهل ستتمارى في الكذب وستتطاول في أن تكون كذب لا فالله جل وعلا يكتب عليك ويوم القيامة تكون عند الله من الكاذبين ينديك بأنك كذب وأما صدق الحديث فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة فيجب على الإنسان أن يتحرى الصدق وحقيقة الصدق أن تصدق في المكان الذي لا ينجيك منه إلا الكذب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه كذبة واحدة وكان العرب قديما يستحي الإنسان أن يكتب أو تأخذ عليه كذبة واحدة فعلى الإنسان أن يحرص دائما على الصدق وأن يكون صادقا في أقواله في أعماله في معاملاته مع الخلق في ججارته في مؤسساته في مقاولاته وهذه من أعظم خصال أهل الإسلام نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم والله أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر